سيارات التوصيق المتنكلة بالفعل بورتوكول تم ما بين وزارة التخطيط ووزارة العدل والاتصالات على أساس إنشاء سيارات للتوصيق المتنكلة وعندنا دلوقتي أسطول من السيارات التوصيق مغطية كافة محافظات الجمهورية وفي خط ساخن 15-39 يستطيع السيد المواطن التواصل مع هذا الخط وبيحدد له الزمن والمكان اللي بينتقل هذه السيارات مجهزة بأحدث وسائل التكنوليجية الحديثة شهر عقاري متنكل متنكل ومش كده بالبصمة أه مش الحبر بتعزيم لا لا بصمة والأخطر من كده السيد الموسك بيطلق اللي حضر لك لحد الشقة بتاعتك بيمضيك أو على الإجراء وبيسلمك الصورة الرسمية في عقل دارك في منزلك الأخطر من كده أن هذه السيارات وتوكيلات هذه السيارات ربط على شبكة معلومات مصلحة الشهر عقاري والتوصيق فتتسجل مركزي على طول بمعنى أنت عملت توكيل ساعتك هنا في القاهرة بالسيارة المتنكلة طب أنت موجود في اسكندرية وعاوز تأخذ من الصورة هتيجي القاهرة تأخذ من الصورة؟ لا في فرع أي فرع مميكة في اسكندرية تطلب صورة من التوكيل يستدعيها طب في اسواق تأخذ من الصورة يبقى عندي عملية التحول الرقمي وعملية انتشار الخدمات المتعددة في قطاعات الشهر العقاري أدت إلى إيه؟ أنا دلوقتي ما عنديش مشكلة في التوصيق دلوقتي يزدحام زي زماني أنت كنت حضرتك ما تتخيلش تالت حاجة ودي افتتاح العديد من فروع التوصيق المتميزة ودي ساعتك فروع VIP يعني إيه بقى؟ ده فروع فرع من التوصيق زي مول العرب سوديك عندنا ست ستار تشوف اللي في اسكندرية هزي الفروع مميزة الخدمة فيها على الحجز المسبق أنت ساعتك بتحجز برضو 15 ثلاثة ساعت نعم لأ دلفروع المميزة بتخش على بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية وبتحجز وبيحدد لساعتك وتقول أنا عاوز ست ستار يقول لك يوم الخميس الساعة عشر الصبح قدام الأستاذ فلان وإنت ساعتك بتكتب توكيلك من نوع خلال بوابة مصر الرقمية بطروح حضرتك في نفس التوقيت بتلاقي إذا السيد الموصق منتظر ساعت بيعمل حاجة واحدة بس لا ما فيها الشهر السيد الموصق بتحقق من حاجة واحدة بس من شخصيتك ومن أهليتك فقط بيسأل حضرتك أنت بحضرتك بتعمل التوكيل فلان فلان آه تمام بتحقق من شخصيتك نطبع التوكيل تفضل بطاعة خدمات التوصيق بقت دلوقتي أحنا خدنا طريق كبير جدا في التوصيق ووزارة العدل بتبحث جاهدة عن حل جميع المشاكل التي تقضي على الإزدحام وتوصل الخدمة بطريقة سهلة وبطريقة ميسور حلو جدا إيه هي بقى الحقيبة يعني أنا عارف أرغب في عمل التوكيل وعندنا السيارات المتنقلة وعندنا الحاجات اللي في البريد وعندنا المكاتب نفسها وما إلى ذلك إيه الحقيبة دي ما الحقيبة اللي هي اللي داخل السيارات المتنقلة اللي بيطلع السيد المواصف قد فيها دي دي أي حد من حقه أنه هو يطلب أنها يستخدمها ولا مثلا كبار السن حد مريض لا 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 عرفك أي حد متاحة للجميع هذا الخدمة متاحة للجميع طيب خل إسعدتك ممكن أنت إسعدتك تكون مش عاوز تنزل للشارع وعاوز تستفيد بالخدمة الخدمة خدمات التوصيق اللي هي خاصة بالفي taste أو سارة التوصيق المتنقلة كل هذه الخدمات متاحة للجميع أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنت طلب الخدمة ومحتاج الخدمة الخدمة متاحة للجميع